قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة يتناول جميع البدع لا يستثنى منها بدعة ولا يصح أن تقسم البدع إلى قسمين بدع ضلالة وبدع ليست بضلالة بل البدع كلها ضلالة البدع كلها ضلالة وذلك أن الله عز وجل أتم الدين وأكمله ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله قوله اليوم أكمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالقول بأن ثمة بدعة حسنة فيه اتهام لمقام البلاغ بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام للدين وأن ثمة أمور من الدين حسنة لم تبلغ ولهذا قال مالك ابن أنس رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة فلن يكون دينا إلى قيام الساعة ولو كان في هذا الحديث استثناءات لستثنى الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا لا استثنى الناصح لكنه لم يستثني شيئا لو كان في هذا العموم استثنى لا استثنى هو صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء عنه في الحديث الآخر قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى استثنى لأن هذا العموم فيه استثنى وهذا مقام النصح قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم